السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام متابعي قناة بيزا بيست وان التعليمية في حلقة جديدة النهاردة حلقتنا ملهاش أي علاقة باللغة الإنجليزية ولكن هنتكلم عن موضوع استثنائي وهو بدائل السنوية العامة للطلاب الشهادة الإعدادية طبعا أولياء الأمور متخوفين جدا وكامل الطلبة متخوفين من نظام السنوية العامة الجديد نظام التابلت والحاجات اللي بتحصل فيه طبعا بدأ ناس كتير وأولياء أمور كتير يفكروا في التحويل لأولادهم من تعليم العام للتعليم الأزهري وبتجي لنا أسئلة كتير من أولياء الأمور ومن الطلاب يطرى هو في مدارس ممكن نلتحق بها غير السنوية العامة والتعليم الفني آه فيه طبعا فيه 12 مدرسة ممكن للطالب خريج المرحلة الإعدادية ممكن يلتحق بأي من هذه المدارس ولكن لها شروطها اللي هنتعرف عليها في البداية تعالوا نتعرف على إيه هي المدارس اللي تنفع آه كبدائل للسنوية العامة ممكن للطالب الشهادة الإعدادية اللي تحق بها وهنتعرف إيه شروطها لكن نتعرف الأول على المدارس دي أول حاجة عندنا مدارس ستم مدارس إي ستم للمتفوقين كمان عندنا مدارس التمريد العام واعتقد كلنا عارفينها آه فيه مدرسة الإنتاج الحربي وفيه مدرسة المياه والصرف الصحي آه فيه مدرسة توشيبة العربي المدرسة دي لسا فتحة قريب بقالها سنتين تقريبا فيه مدرسة الضبع النووية كمان عندنا معهد السليزيان مدرسة مبارك كول وفيه مدرسة غبور للتنمية مدرسة السكة الحديد وفيه المدارس العسكرية الرياضية وفيه الدبلومة البريطانية تعالوا منتعرف على شروط كل مدرسة منهم وإيه مميزاتها وإيه هي عيوبها علشان لما نجي نختار ونقرر نقرر صح ناخد قراراتنا بطريقة صحيح وأول بديل للسنوية العامة هنتكلم عنه هو مدارس ستم للمتفوقين طبعا كل طلاب الشهادة الإعدادية عندهم خلفية وعارفين معلومات عنها لأنهم درسوها في منهج اللغة الإنجليزية في بعض الموضوعات طبعا شروط دخول المدرسة دي قال يزيد عمره عن 18 عام في 1 أكتوبر الشرط الثاني أن يكون مجموعه في الشهادة الإعدادية 98% ويكون جايب الدرجة النهائية في مادة من الثلاث مواد اللغة الإنجليزية أو العلوم أو الرياضيات أو يحصل على نسبة 95% والدرجة النهائية في مادتين من المواد الثلاثة بعد كده كمان في شرط اكتياز امتحان القبول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا لازم حيمتحن هناك امتحان في اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات لازم يكتزي الامتحان ده طبعا تنسيق القبول بالمدارس دي بيختلف من محافظة لأخرى ومن مكان لآخر على حسب عدد الطلاب المتقدمين والأماكن المتاحة بالمدرسة يعني المدرسة بتاخد عدد الطلاب لحد ما تكتفي بتنزل بالتنسيق لحد ما تكتفي من العدد اللي هي عايزة من الطلاب دي بالنسبة لمدارس المتفوقين تاني نوع من المدارس وهو مدارس التمريض اعتقد كلكم عارفينه كويس لكن ليه شروط للقبول اول حاجة قال لا يقل عمره المتقدم عن 15 عام ما ينفعش اي حد ما تمش 15 سنة يتقدم له تاني حاجة قال لا يقل مجموعة عن 250 مجموعة في كل المواد في الشهادة الاعدادية لازم ما يكونش اقل من 250 وده مش معناه ان كل اللي يجيب 250 ممكن يلتحق بالتمريض ليه لان التنسيق بيختلف من مدرسة لاخرى على حسب عدد المتقدمين لها وعلى حسب هي محتاجة كم طالب ومدة الدراسة بالمدرسة دي بتكون 5 سنين 3 سنين مدرسة وسنتين بيلتحق فيهم بمعهد التمريض بعد كده بيتخرج وممكن ان هو يشتغل في المستشفيات او ممكن يكمل كلية تمريض من سنة تانية يعني بيدخل تانية تمريض تانية كلية تمريض على طول ما بيدخلش قوله تمريض بعد كده عندنا السنوية العسكرية بعد الاعدادية في ناس كتير خالص بتسأل عنها وعايزة تعرف ايه هي شروط الالتحق بيها اول حاجة لابد من موافقة ولي امر الطالب تانية حاجة لابد ان عمر المتقدم لا يزيد عن 17 سنة ولا يقل عن 14 سنة جنسية الطالب لازم تكون مصرية والديه كمان لازم يكون مصريين شرطه مهم جدا وهو اكتياز جميع الاختبارات المقررة طبعا بيتعاملوا بعض الاختبارات من ضمنها اختبارات طبية واختبارات رياضية لازم يكتازي الاختبارات دي عشان كده بننصح اي طالب عايز يلتحق بالسنة والعسكري لابد يكون لائك بدنيا يكون جسمه ملائم ولابد كمان ان يكون بيمارس رياضة لابد ان يكون معاه رياضة معينة بيمارسها لان الحاجات دي طبعا هيخضع الاختبارات فيها بعد كده عندنا مدارس مبارك كل التعليم المزدوج بعد الاعدادية بتطبق نظام التعليم المزدوج انشأت كمحاكاة لنموذج التعليم الفني بألمانيا الشروط شروط الكبول بتاحها لازم يكون في الياقة بدنية اكتياز اختبار الكشف الطبي لممارسة المهنة وده طبعا علشان الطالب بيقضى اربع ايام في الورشة لكن يومين اتنين فقط في الفصل الشرط التالت الحصول على الشهادة الاعدادية العامة حديثة في نفس السنة وانت كن الاعدادية من محافظة الجيزة ده علشان يدخل المدرسة اللي في الجيزة لكن هي دلوقتي لها فروع تانية في محافظات تانية فاكيد كل واحد هيدخل المدرسة اللي تابع محافظته بعد كده في شرط رابع يشترط ايضا الحصول على الدراجات التي يحددها تنسيق الكبول لها برضو تنسيق ولها دراجات معينة قال ليزيد عمر الطالب والطالبة عن 18 سنة في اول اكتوبر عن العام الدراسي المتقدم فيه يحصل الخريج مميزتها بقى ان الخريج من المدرسة دي حيحصل على مؤهل دبلوم المدرسة السنوية الصناعية نظام التلات سنوات وهي مدة الدراسة والتدريب في مدرسة جميلة خالص اسمها مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية اللي هي مدرس توشيبة العربي تتم الدراسة فيها بالتعاون مع مصنع العربي طب مميزتها بتتميز بالجانب التطبيقي بالاضافة للجانب النظري مش جانب نظري بس لا ده فيه تطبيق عملي المدرسة دي ملهاش فروع اخرى هي مدرسة واحدة بس موجودة في قويسنا في محافظة المنوفي مدة الدراسة فيها تلت سنين وبعد التلت سنين ممكن تدخل سوق العمل على طول هي بتأحل لسوق العمل او لدخول كلية الهندسة اللي هيتفوق فيها والحصول على درجة البكالوريوس لكن يجب ان لا يقل مجموع الطالب في الشهادة الاعدادية عن 250 درجة كمان الطالب لازم يكتازي الاختبارات اللي بيعملوها الاختبارات الكبول بتكون عبارة عن اختبارات في الحاسب الالي واللغة الانجليزية يجب ان يكون الطالب من سكان محافظة المنوفية او محافظة الاليوبية طبعا في الحالة دي لو طالب من محافظة اخرى هيعمل ايه الموضوع بسيط جدا كل هيعملو هيغير محل الاقامة بتاعتو ويصبح من سكان المحافظة دول بكل بساطة ما فيش اي مشكلة عندنا كمان مدرسة السكة الحديد والطرق السنوية لها شروط اللي هي قلة يزيد عدد الطلاب الفصل الواحد عن 25 طالب يعني معنى الكلام ان كل سنة المدرسة دي ما بتستقبلش غير عدد بسيط جدا من الطلاب تهدف لتخريج كوادر مؤهلة للعمل في مجال السكة الحديد والطرق طبعا تابعة لوزارة النقل وميزة المدرسة دي ان هي بتعين ال 45 طالب الاوائل كل سنة بتعينهم في هيئة السكة الحديد والطرق كمان عندنا مدرسة ضبع النووية في العالمين المدرسة دي فيها 3 اقسام بس الالكترونات والميكانيكا والكهرباء المدرسة دي بتقبل 75 طالب فقط من اولى الدفاعات كل سنة مدة الدراسة فيها 5 سنوات المدرسة دي بتحظى باهتمام بلغ جدا من وزارة الانتاج الحربي لانهم طبعا عايزين كوادر وعايزين ايه وعايزين مهارات جمدة وقد تم اختيار نغبة من افضل اساتيزة واجهزة التدريب كمان عندنا المدرس العسكرية ممكن التقديم في المدرس العسكرية السنوية بتخصصتها المختلفة في جميع المحافظات هي موجودة في كل المحافظات زي مدرسة تمريد العسكري بنين وبنات ولكن للأسف المدرس دي تم إلغاءها من الشهادة الاعدادية اللي عايز يدخلها بيدخلها بعد المرحلة السنوية كمان عندنا مدارس السنوية العسكرية الجوية دي ندخلها عادي من الشهادة الاعدادية وفيه المدارس العسكرية الرياضية يعني من الشهادة الاعدادية ممكن ندخل مدارس السنوية العسكرية الجوية أو المدارس العسكرية الرياضية لكن مدارس التمريد العسكري بنين وبنات ما هنعرفش ندخلها لبعد الشهادة السنوية كمان عندنا معهد اسمه معهد السلزيان ودي عبارة عن مدرسة إيطالية معترف بها محليا ودوليا وبتقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية والمدرسة دي بتهتم بتعليم حرف كتير بالأخص تخصص الميكانيكا وكهربا وطبعا بتوفر فرص عمل للشباب بتمكنهم من الصفر للخارج والعمل بالحرف دي كمان عندنا مدرسة مهمة جدا وهي مدرسة المياه والصرف الصحي بقوصنا بالمنوفية المدرسة دي لها شروط الكبول فيها إنه لا يقل المجموع في الشهادة الاعدادية عن 250 وممكن طبعا يزيد المجموع على حسب عدد التنسيق بتاعها يزيد على حسب عدد الطلاب وحكت المدرسة من الطلاب رقم اتنين بتقبل الطلاب من محافظات الغربية والمنوفية والشرقية وبشرط يكون بنين فقط ما بتقبلش بنات طبعا لازم يكون حاصل على الشهادة في نفس السنة بعد كده مميزات المدرسة دي إنه بيتم تعيين الخرجين فيها بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فور تخرجهم وبكده وضحنا بعض بدائل السنوية العامة للناس اللي متخوفة تدخل سنوي عشان خطر نظام التابلت عامل لهم أنا فممكن يلتحكوا بأحد المدارس وأنا برشح مدرسة المياه والصرف الصحي المدرسة دي جميلة جدا كمان مدرسة الانتاج الحربي ومدرسة الضبعة النووية كمان مدرسة السكة الحديد ومدرسة توشيبة العربي المدرس دي يعتبر جميلة جدا ويعتبر لها مستقبل هايل دي اللي أنا برشحها للناس اللي هي مش عايزة تدخل سنوي وكمان مش عايزة تدخل الدبلومات الدبلوم فن صناعي وزراعي وتجاري مش عايزين يدخل لحاجات دي فدي بدائل جميلة جدا له اتمنى تكونوا استفدتم الحلقة لو لكم اي استفسار اكتبوه لنا في التعليقات وان شاء الله نرد عليكم فهرب فرصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته